أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة أسابيع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم صرحت مصادر مطلعة بأن صاروخا سقط على مدينة طابة وأشارت المصادر أن الصاروخ استهدف مبنى إسعاف المدينة وسكن المخصص لإدارة مستشفى طابة لفتة إلى تعرض ستة مواطنين لإصابات طفيفة ولا وفيات هذا وخرج المصابون الستة من المستشفى بعد تلقيهم العلاج وتجرى التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث نفى مصدرنا لقناة القاهرة الإخبارية ما تردد من عنباء حول أن مصر تقوم بتجهيز ثلاثة مستشفيات على الحدود مع قطاع غزة لاستقبال مائة ألف مصاب وذلك مقابل حصولها على ودائع بقيمة خمسة مليارات دولار من دول الخليج تحول لاستثمارات على مدى عدة سنوات كما نفى المصدر لقناة القاهرة الإخبارية ما تردد أيضا حول نقل حركة حماس إلى تركيا قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن نحو تسعمائة من القوات الأمريكية الإضافية وصلت إلى الشرق الأوسط أو في طريقها إلى هناك لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات عليها وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر للصحفيين إن قوات التحالف والولايات المتحدة تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق وأربع مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم وأصيب نحو 21 من القوات الأمريكية بإصابات طفيفة وكانت إصابة معظمهم في الرأس وأضاف رايدر أن القوات الأمريكية استهدفت في وقت سابق من يوم الخميس في العراق لكن الهجوم باء بالفشل أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس سترسل طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة تشتمل على خيام وأدوية ومعدات طبية طرئة وأضافت الوزارة في بيان أن الشحنة تضم 336 خيمة و28 طن من المواد الغذائية و70 ألف قرص لتلقية المياه و18 جهاز تنفس اصطناعي وأدوية ولمبط إضاءة بالطاقة الشمسية وذكرت وكالة أنباء فرانس باريس أن الرحلة ستنطلق غدا السبت دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى توفير ممرات إنسانية وهدنة تتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في التصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين وجاء في بيان عن المجلس أنه يعرب عن قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق لتصل إلى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية وأشر البيان إلى أن القادة الأوروبيين سيعملون بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتوفير المساعدة وتسهيل الوصول إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والوقود والإيواء أعلنت الولايات المتحدة عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بنحو 150 مليون دولار لدعم الهجوم المضاد الذي تقوده القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في بيان إن القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة لاستعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية لافتان إلى أن الدعم الإضافي سيساعدها على مواصلة التقدم اتهم البيت الأبيض موسكو بإعدام جنود روس حاولوا الانسحاب خلال هجوم جديد شنه الجيش الروسي في أوكرانيا وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن لدى بلاده معلومات تفيد بأن الجيش الروسي يعدم بالفعل جنودا يرفضون الانسياع للأوامر وأضاف أن واشنطن لديها أيضا معلومات تفيد بأن قادة روسا يهددون بأدم وحدات بأكملها إن هي حاولت التراجع أمام نيران المدفعية الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر